أكد وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمع أن مصر في عهد الرئيس السيسي أدت دورا كبيرا في الحد من الهجرة غير الشرعية وأضاف أنها حولت مراكب الموت إلى مراكب للنجاة وعملت على تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم كما أكد أن حرمة الدول كحرمة البيوت لا يجوز دخلها بغير الإذن المعتبر لأهلها ودعا وزير الأوقاف دول العالم للعيش معا لا ليموت البعض ليحيى البعض الآخر مؤكدا أن العالم لو أنفق على تعزيز ثقافة السلام معشار ما ينفق على الحرب لا تغير وجه العالم وأن الخطاب الديني الرشيد خطاب معزز بقوة لتحقيق السلام ونشر ثقافة السلام